اشتركوا في القناة حقيقة بعض الشباب كان بيسأل ازاي اعرف صاحبي اللي معايا هل هو فعلا بيحبني لله ولا بيحبنا عشان مصلحة هل هو مخلص لي ولا لا وانا بقول لك اخوي وحبيبي وبقول لأخت الفاضلة كل واحد فينا لي صديق كل واحد فينا لي صاحب طبعا الأخت لها صاحبات والشاب لي أصحاب فكل واحد عايز يعرف صاحبه بقول له ما تشجلش بالك اللي معاك دوت بيحبك لله ولا بيحبك لمصلحة هو في النهاية هو اللي هيجن الثمرة هل هو مخلص ليك ولا لا برضو هو اللي في النهاية هيجن الثمرة لأن ربنا قال كده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فلو حبك لله سيلقى الله عز وجل وربنا هيجعله تحت ظل عرش الرحمن ولو حبك لدنيا لن يجني أي شيء ولو أخلص النية في معاملتك بفضل الله سيجني الخير كله في الدنيا وفي الآخرة ولو كان ليس مخلصا لو كان إنسان غدار لو كان إنسان خاين سيجني أثر ذلك يوم القيامة يبقى إذن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فاللي عايز أقول لك أخوي وحبيبي ما تشغلش نفسك بالناس اللي حواليك وما تعودش تشغل نفسك بأن انت تقول آه فلان مخلص لي لا فلان مش مخلص لا فلان بيحبني لا فلان ما بيحبنيش اشغل نفسك بالله لو شغلت نفسك بالله سبحانه وتعالى بأنك إنت إزاي تفوز بمحبة ربنا وبردوان ربنا والله العظيم ربنا هيرد عنك الناس كلها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدالنها ده يا جبريل إنه أحب فلانا فأحب فيحبه جبريل ثم ينادي في ملائكة السموات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض الحاجة الثانية إن المولى عز وجل سبحانه وتعالى يعني إذا أنت أرضيت المولى عز وجل ربنا سبحانه وتعالى سيرد عنك كل الخلق قال صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس يبقى إذن اشغل نفسك بالله اشغل نفسك إزاي تفوز بمحبة ربنا إزاي تفوز بردوان ربنا سبحانه وتعالى لأنه لو فوزت بمحبة ربنا وبردوان المولى عز وجل سيسعدك في الدنيا وفي الآخرة فما تشغلش بالك فلان بيحبني فلان مخلصية فلان كان بعض السلف كان يعمل إيه لما يعوز يعرف صاحبه بقى إزاي بيحبه ولا لأ كان يغضبه يعمل معه حاجة كده يقوله كلمة زعله ثم يذهب إلى بيتي ويرسل له شخصا يسأله عنه يعني أنا مثلا أعرف سين من الناس فأنا إيه أم زعله مثلا يعني وأم باعت واحد من ورايا هو ما يعرفوش ويرح يسأله عني إيه رف فلان فإذا قاله كلمتين حلوين عني يبقى الإنسان ده مخلص وإذا قاله كلمتين وحشين عني يبقى الإنسان دوت في أي لحظة هيغضر بي ويقلب عليها لكن بين وبينكم أنا محبش الطريقة دي ليه بقى؟ لأن الطريقة دي فيها تشجيع على النميمة فيها تشجيع على نقل الكلام وهلنا هبعاته ده هيروح يسمع منه ويجي يبلغني فلما يبلغني هيغر صدري من ناحيته وخبار حضرتك يبقى إذن أنا كده بشجعه على النميمة والأصل من المسلم يحاول أنه لازم يكون سليم الصدر وأنه يبعد عن أي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى لكن عايز أقولك حاجة صاحبك الحقيقي لو عايز تعرفه بجد بجد هتعرفه عند الأزمات صاحبك عمرك ما هتعرفه ساعة لما تكونه وفرحانين ومبسوطين وبتسفره وتتفسحه وتأكله وتشربه وتصهره وتروحه وتيجه عمرك ما هتعرف صاحبك لكن يوم ما تقع في أزمة يوم ما يجي لك حزن معين يوم ما حد يموت لك يوم ما تفقد مالك يوم ما يحصل لك أي مشكلة هنا فقط هتعرف صاحبك الحقيقي هيقف جنبك وصاحبك المزيف هيبعد عنك زي ما احنا بنشوف في حياتنا العادية إن الإنسان طول ما هو ما شاء الله ماديا كويس جدا وحياته ما شاء الله والناس بتحبك وليك منصبك والدنيا كلها حواليك وأول ما تفقد حاجة الدنيا كلها بتنفض من حواليك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى هنا بقى تعرف صاحبك لكن عايز أقول لك حاجة أنت لما تلاقي حد بالمنظر ده صدقني ما تزعلش منه اللي زي ده تزعل عليه تزعل عليه وتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به لما تلاقي حد فجأة كده وبيلا مقدمات بيخضر بيك بيقلب عليك من غير سبب أو بيصدق عنك أي كلمة وحشة ده مش صاحبك ولا يمكن يكون صاحبك والإنسان اللي في لحظة لو واحد قال له كلمة عليك ما حصلتش يطلع إشاء عليك فيصدقها ويروجها ده ليمكن يكون صاحبك واللي يوم ما طعف أزمة وعمره ما يقف جمك ده ليمكن يكون صاحبك ففي النهاية اللي زي دوت عايز أقول لك احمد ربنا إن ربنا بيكشفه لك وبيبعيده عنك وفي نفس الوقت احمد ربنا إن ربنا عافاك مما ابتلاه به وفي نفس الوقت اوعى تدعليه بل يدعيله بالهداية لأن احنا لن نستفيد أي شيء من تعذيب الناس أو من هلاك الناس أو من إيذاء الناس بل نتمنى النعيمة في الدنيا وفي الآخرة لكل مسلم على وجه الأرض عشان كده بقول لك إزاي تعرف صاحبك تعرفه عند المحنة تعرفه عند البلاء تعرفه لما يحصل لك ظرف معين تعرفه لما حد يروح يقول له كلمة عنك ويصدقها تعرفه لما يسمع إشاعة عنك وتلون كاذبة ويروجها أو يصدقها تعرفه لما يقلب عليك بلا أسباب ويغضر بيك من غير سبب هنا تعرف صاحبك لكن صدقني زي ما قلت لك يوم ما تعرف صاحبك وتلاقيه بالمنظر ده ادعيله إن ربنا يهديه وادعيله إن ربنا يطهر قلبه وادعيله إن ربنا يعني يكتب له النجاة مما هو فيه عشان في النهاية إحنا لن نتحمل أن نرى مستمن في النار أو أن نرى مستمن يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان تشترك معنا في القناة وادعمنا وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنوي وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان يستطيع